موسيقى الرئيس السيسي يؤكد ضرورة استخدام الميكانة والوسائل الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان ويشدد على حتمية الاستفادة من كل نقطة مياه موسيقى البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بالإطلاع بمسؤولياته وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات العدل الدولية موسيقى الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والمصابين موسيقى السادسة في القاهرة موعد نشر إغبارية جديدة تأتيكم من شاشة قناة النيل للأغبار أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح سيسي أهمية التوسع الأفقي لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية لتوفير المياه ودعا إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص جاء زالي خلال مدخلة للرئيس سيسي مع أحد المستثمرين خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي عبر تقنية الفيديو كونفرانس حق المشروع علينا قبل حق بلدنا علينا أن احنا نطلع أكبر حجم من الانتاج لأنه مش معقول يكون أنا بزرع مثلا مليون فدان وأقدر أزودهم بدل ما يطلعوا لي 2.5 مليون تن أمح مش كده دكتور لا 3.5 أربعة أنا معرفش باللي أنت بتقول عليه ده قد نصل ل3.5 مليون فدان يبقى أنا زودت كمية الأمح من غير ما زود أرض أو زود مية أو زود طاقة عمل زيادة ده هي هي المساحة وهي هي المية وهي هو الوقت بس بدل ما حنتج مليون تن هزود 200 ألف مثلا تن أمح زيادة على نفس الكمية وبالتالي التجربة بتاعتك مهم ما قوي أن هي يتم الحديث معها وأكيد وزارة الزراعة معنية بالكلام ده ومتبعها لأنه هو ده الرقم لفت نظري أنا بقول لك بص على الموضوع بتاع بني سويف المينيا وبص على الربعمائة ألف فدان أو الربعمائة خمسية ألف فدان بتوع سينة إن شاء الله بص عليهم أنت مجموعة اللي معاك لأن المستثمت ليه طريقة يعني أول أشتر مننا أشتر مننا لا عفوا يا فرح ليه عفوا ليه ده حاجة كويسة رب أنا بارك آه طبعا حاجة كويسة وكل المستثمتين مدعوين أنهم بموجودين معنا لأن هما حيقدروا يعملوا اللي إحنا محتاجين وأكتر في إدارة المشروع وإنتاجية أكبر وإحنا محتاجين إن كمية المياة اللي ما بتطيرش نستفيد منها من إحنا نزرع أكبر حجم وأكبر إنتاجية إي بياه بدل ما طلع آه 18 أبدا بطلع عشرين ما طلع خمسة عشرين إلى حاجة عظيمة جدا بحقول لك على حاجة كنت بدارت شفيها مع الزملاء الزملاء بقولهم التين الشوكي بياخد كام راية وهل فيه ممكن يبقى فيه راية بينية من نفس كمية المياة المخصصة لك في الألف فدان أو الألفين فدان تعمل راية منهم بكمية أهل للتين الشوكي وخلي بالك وأنا بقولي الكلام ده عشان كل اللي بيسمعني ياخد باله من الكلام اللي بقول عليه أنا عايز بأقل كمية مياة أطلع أكبر إنتاج لمحاصيل ودع الرئيس السيسي إلى استبدال الزراعات شديدة لاستهلاك المياه بزراعات مماثلة تستخدم مياه أقل كما ضع الرئيس السيسي في الوقت نفسه إلى استخدام أوسع للنظم الرأي الحديثة أنتم في وزارة الزراع مع وزارة الرئي مع المحافظة مع إخواننا الفلاحين الموجودين أو المزارعين أن يا جماعة القصب ده القصب ده بياخد كمية مياه أنت ما تش حسس بيها لأنك أنت بتاخدها من النظم الرئي الموجودة لكن هي في النهاية على مستوى على مستوى ما لدينا من مياه إحنا محتاجين أن إحنا نزرع بنص كمية المية ديت أرضك ديت بنجر لو إحنا عايزين سكر أو أي محاصيل آخر طيب إزاي هتعملوه لو أنا النهاردة عايز أطلع كمية المية بتاعت 350 ألف فدان دول وعمل لها تحليق أو حتى معالجة معالجة مية صرف الزراعي طيب ما هي المحطة دي بتتكلف مليارات ثم تشغيلها حيتكلف مليارات مش كده ولا عشان الماء دي عادي استخدمها وساعتها مش حقدر استخدم المية دي لكل المخاصيل لندرجة ملحوتها بتبعز زادة شوي فأنا بقول الكلام دوت يعني إحنا بنقعد في الإعلام وحتى في جلساتنا وفي المسلسلات بتاعتنا ما بنكلمش على القضايا بتاعتنا وإزاي هذه القضايا تتحول إلى أفكار ونكلم فيها ونقنع الناس بيها أنا بقول تاني على موضوع زي 350 ألف فدان دول ومش بس كده طب والأراضي اللي بتتري بالرأي بالغمر من غير نظم رأي حديثة إحنا هنا مكلفين فلوس كتير قوي طب ليه عشان محاولين إن إحنا بيبقى إن إحنا بنزرع الأراضي دي يبقى من الأول كده نحط كل النظم اللي تخلينا نستخدم أقل حجم من الميا في الإنتاج كذلك دع رئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام مياه الصرف الصحي في عدد من الزراعات مثل زراعة الججوبة في الأراضي الجديدة المستصلحة وقال رئيس السيسي إن ذلك يأتي من أجل مواجهة أي نقص محتمل في المياه والاستفادة من القيمة المضافة لتلك الزراعات إحنا بنتكلم على طبيعة أرض وطبيعة مياه أكتر من ملوحتها مش مساعدة وطبيعة الأرض مش مساعدة فالتعامل تزرع فيها الججوبة والججوبة تزرع على كل الأراضي ومياه الصرف حتى الصرف الصحي طيب إحنا كل مية الصرف الصحي اللي ما بيستخدمش إزالة على الججوبة أنا بكلم نفسي أنا لأ طب لأ ليه هي في النهاية المشاريع دي لما هتطلع وتطلع الانتاج بتاعها وتتاخد البزول بتاعت الججوبة ديك مش هتستخدم كوقوت حيوة العالم عايزها وإحنا عايزينها طب ما هتشغل الناس أيوه عويدها هتبقى مناسبة أيوه طب ما نعمل بقى ما نسديش فرصة أبدا أن إحنا يكون عندنا مية صرف صحي تكون موجودة إلا ما نحط عليها جمي بينها إن أمكان عدد من الأفدنة تطلع الججوبة ديك على مية هي أساسا صلحة لها صلحة لها وما فيش اللي هي بتستخدم في لا بتتأكل ولا حاجة دي بتتعسر تبهزت وقود يعني وقود فما فيش فيها مشكلة وقال الرئيس السيسي إن دولة تتحمل من مائة وعشرين إلى مائة وثلاثين مليار جنيه في دعم رغيف الخبز ودع الرئيس السيسي إلى زيادة زراعة بحصول الزرع لاستخدامه في صناعة رغيف الخبز توفيرا للنفقات وحفاظا على الدعم المواجه للمواطنين بتحط عشرين وثلاثين مليار جنيه دعم للخبز بقى دلوقتي مية وعشرين مية وثلاثين مليار مش كده دكتور معيد الرئيف ده أبو خمسة ساخد تمنوا جنيه وربع بيكلفني مية وثلاثين مليار جنيه دعم يبقى لما أجأ أقول عندي فرصة أن أنا أزود بدورة أشي في المية منه ألاقي حدي ما يقفش جنب مننا يقولك لأ طب أنا موافق أنا موافق بس أنت النهاردة مش عايز تيجي تمسي حاجة الغلبان فعايز تساعد من غير ما تئزي لكن طبعا وممكن النهاردة الرئيف ده لو بثلاثة جنيه واربعة جنيه وخمسة جنيه فينا استقدر تشتري بس كلنا استقدر تشتري مش كل الناس استقدر تشتري كده فلازم يكون متفاهمين لأن الدولة في النهاية موازنة هي طاقتها المالية كده كما أوضح الرئيس السيسي أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم أسعار الكهرباء وأكد أن الدولة لا ترفع أسعار الكهرباء حرصا على المواطنين وهو ما يضطرها إلى تخفيف الأحمال في أجزاء من اليوم نعملنا خطة في 2016 عشان نخلي تمن الحاجة أدي تمن تكلفتها لكن دازم تحطه في الاعتبار التحديات اللي بتقابلنا في الأزمة بتاعة كورونا والأزمة العالمية اللي موجودة والحروب اللي حولين مننا وتأثيرات علينا الأمور مش مشة كده يعني وإحنا مواردنا مش كتير تسمح أن إحنا نقابل التحديات دي من غير جهد لا ومن غير تحمل لا أنا بعيب على المعنيين حتى في التقريب الصحفية والكلام ده والمقالات اللي بتكتب والناس اللي التناول اللي بيجوه ما حدش بيتناول المسألة بشكل موضوعي خلص يا جمعة إيه ده إيه أنتم مش عارفين إيه إحنا مخبين عليكم وأنا بكلمكم بمنتهى الصراح الدول ما بتدارش كده الدول بتدار بالجدية والمسئولية والفهم ولو الناس فهمت هتيجي معك الناس لو فهمت أنت بتعمل كده ليه هيجي معك ما أنا بقولك البديل هو أممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعة طبعا محطات موجودة ونستطيع لكن النهاردة الدكتور شيكر عشان يأخذ الوقود اللي لازم لها لازم يدفع فاتورته ده حتى بيه بعد دعم وزارة المالية ليه ولا أنا مش أخذ بالها دكتور ما قايت كمان طب ما حيجيب من إيه فيضطر أنه هو حجم الوقود اللي بيجيله على قد يعني مع الدعم اللي بيجيله تمشي كده طب ممكن نشغل 24 ساعة أيوة 48 ساعة كمان بس كان بالمزيد من المتابعة ومشاهدين ينضم إلينا الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة بجماعة أزقزيق دكتور محمد بعد التحية كيف ترى ما أشار إليه سيادة الرئيس اليوم في معرض حديثه من زراعات ضرورية عملية الاستفادة منها في هذه المرحلة وأيضا أشياء واجبة في التنفيذ في عملية الزراعة تقديري حضرتك العلمية القاديرة مجد هانم القاضي والسادة المشاهدين طبعا والسادة خلف الكاميرات لكن قطاع الزراعة المصري شاهد صفرة كبيرة جدا في هذه الفترة بقيادة تقامة رئيس عبدالبساح السيسي وتطور السيسي في قطاع الزراعة المصري في السنوات العاشرة الأخيرة ما هو النموذج يعني يدرس لجميع دول العالم لأننا تعرضنا فعلا لأزمات كبيرة جدا لقطرة صادقة سواء الزراعة الطبعية زي الصغرات المناخية أو تدعيات الحرب الرسالة الأوكرانية والوضع الرهن في سودان وقطاع غزة والأزمة للسودال العالمية والتضخم ونقص ثلاثة لإنددل والتوريد كلها أثر على قطاع الزراعة على مستوى العالم لكن القادرة السياسية نجحت نجاح من قطع المزير بتحويل هذه المنح إلى منح كبيرة وتحولت الأزمات إلى فرص استثمارية عظيمة جدا جدا وعبرنا بقطاع الزراعة المصري إلى بر الأمن والأمان طبعا من خلال تبني القادرة السياسية خطط موية شاملة كمشروعات قومية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع تشكة الخير هذا حديث اليوم وهو مليون فدان وواحد من عشر طبعا ومشروع تنمية شمال ووسط فينا حوالي 456 ألف فدان ومشروعات في بضل المحافظة الصعيد حوالي 650 ألف فدان ومشروع دلتا العملاق التي تبنيتها في بر الأمن والسياسية حوالي 2.18 ألف فدان وستيصل إلى 2.18 ألف فدان في نهاية 2020 طبعا أمل قيادة السياسية أن تزيد القرقعة الزراعية إلى 4 مليون فدان جديدة إلى رقعة مصر الزراعية وأخيرا وليس بآخر المشروع القومي اللي عملها في مشروع تشكة الخير اليوم فيقامت الرئيس عبدالساح السيسي تابع حصائد محصول الأم في مشروع تشكة الخير على مساحة طبعا 1.1 ألف فدان طبعا المتاحة الإجمالية التي ذرعت في مشروع تشكة الخير حوالي 0.5 مليون فدان منهم 310 ألف فدان في مشروع تشكة 156 ألف فدان في شرق العوينات وحوالي 435 725 فدان في الفرافرة وحوالي 4384 ألف فدان في عين الدملة وطبعا القرق السياسية لها دور كبير في أحياء تشكة من جديد خلال السنوات الأخيرة من خلال استكمال وإنشاء البنية التحتية للمشروع والتغلب على المعوقات والتحديات اللي كانت في المشروع من قبل بداية كانت أول زراعنا حوالي 25 ألف فدان في تشكة في سنة 2017 اليوم إحنا بنزرع حوالي 500 ألف فدان في تشكة أو 100 ألف فدان بقطاع الخاص مع شركة الظاهرة الإماراتية وفقال سرعيس إن أنا تحقص الحديث جديد جدا على أهداف هذا المشروع أولا أنا عايزين محاصيل زراعية بتوفر المية عشان إحنا عندنا أجم المية فبالتالي يجب نزرع محاصيل وفر المية بتحمل الملوحة بتحمل التغارات المناخية العالمية توقف إنتاجية عالية في المحاصيل الزراعية في مدرس المية طبعا قد تأتيها منذ فترة تولد يعني ملس المية خلال طبعا إعادة تدوير معالجة مياه صارف الزراعي كمشروع محاصلة معالجة مياه صارف الزراعي في محاصلة الحمام اللي هي موجودة في مشروع دلتا جديدة بتكلفة 60 مليار جنيه عشان تديني في اليوم الواحد 7.5 مليون متر مكعب مية ده بيسم أو فيه زراعة 500 ألف هدان في الدلتا جديدة لا هذا فقط في الهاتف العالمية ولكن أيضا محاصلة معالجة مصر في بحر البقر شرق برسعيد ده كان الثاني أكبر محاصلة على مستوى العالم تنتج في اليوم الواحد 5.6 مليون متر مكعب مية بحوالي 20 مليار جنيه طبعا لتعظيم القيمة المضافة من المية بالأضافة إلى طبعا شرق القناة ومحاصلة المحتمة لتوفير المية طبعا حديث الرئيسة الفتاحة هذا اليوم كل من طبعا لتوفير المياه زراعة محاصيل استراتيجية محاصيل القمحة والدرى والعالف والسعير ونبطة طبعا العطرية تكون مواصلة المية تزود الانتاجية وطبعا ده أهم حاجة في هذه المشروعات أن هذا المشروع طوش فرخير هو سرشيد استخدام المياه لقطاع الزراعة لاتباع أفضل وإحدى نظم الرأي الحديث مثل الرأي المحوري والبيبول بالتأكيد نعم رأي الزاكي ليس هذا فقط من أهداف المشروع بتاع طوشك ده مهم جدا جدا إنه بيخلق مشروعات أو تجمعات زراعية تنموية شاملة داخل مطقة الصحراوية تحس تخص الضغط السكاني من الدفة القديمة ويتم زحزحته تدريجيا إلى الدفة الجديدة حتى يتم تخصيص الضغط على المرافق وطبعا الفئة العالمية مهمة جدا جدا هذه المعلومة فيما يتحدث بما E.N.R E.N.R ديات الأمريكية بتقول إن مشروع تشكل خير من أحسن وقفل المشروعات على مستوى العالم بالتأكيد هو واحد من المشروعات اللي بتعتبر إضافة حقيقية للبنية التحتية في مجال الزراع أنا أشكر كثيرا أن دكتور محمد يوسف على المدخلة وما قدمته من وجهة نظر نفزت عن نصر الشرطة العسكرية المصرية والقيطانية عددا من الأنشطة التدريبية المشتركة في مجال الشرطة والعسكرية والأمن الجنائي وتضمنت مراحل التدريب بعد عدد من المحاضرات النظرية والأنشطة العملية لنقل وتبادل الخبرات التخصصية والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة طبقا لطبيعة المهام المكلفين بها رحب البرلمان العربي بقرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وبوقف اطلاق النار في غزة وطلب مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية ويلزم الاحتلال بتنفيذ ذلك جاء ذلك في البيان الختمي لأعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي لمناقشة تقارير اجتماعات اللجان الأربعة دائمة وآخر المستجدات الخاصة بمختلف القضايا العربية عقدت فعليات الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسوم رئيس البرلمان العربي بمقر الأمن العامة لجامعة الدول العربية حيث أكد العسوم على أهمية القضية الفلسطينية ودعمها في المرحلة القادمة من قبل برلمان العربي إن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين على نحو ما عكسه قرار الجمعي العام للأمم المتحدة الذي صدر بأغلبية ساحقة بدعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة فضلا عن تزايد عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وكان أخرها سبانيا والنرويج وإيرلندا خلال القلسة أكدت مصر على دعمها القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة وذلك من خلال استمرار وصول المساعدات إلى قطاع غزة مع التواصل مع كافة الشركاء على المستوى العربي والدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لأصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين الجهود الكبيرة التي تمت من الدولة المصرية سواء على المستوى الدبلوماسي والسياسي واللقاءات الصنعية والاجتماعات التي كانت بتتم للمساندة والإيقاف الحرب التي بتتم على غزة حتى الآن جهود مكسفة ويعلمها العالم كله متصرحات كبيرة جدا أن الدولة المصرية هي الدولة الأولى على قدر كبير من الاهتمام بالقضية الفلسطينية كرم البرلمان العربي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح بمنحه وسام التمييز العربي الذي يمنحه البرلمان العربي لرؤساء البرلمانات والوزراء ممن أسهموا بفاعلية وتمييز في أعمال برلمانات من وطنية قدم الشعب الليبي تضحيات بشرية وخسائر مادية تعادل ما يستحقه الوطن من تضحية وتم تحرير الوطن من الإرهابي والإرهابيين عيننا نسعى الآن لتجاوز الماضي وطي صفحات الصراع وتطلع إلى المستقبل وبناء مؤسسات الدولة خلال الجلسة رحب البرلمان العربي بقرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وطالب مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية تأتي اجتماعات البرلمان العربي في إطار تحركاته لمنفشة كافة القضايا العربية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصة القضية الفلسطينية والتي اتشهد تحديات عديدة في المرحلة الأخيرة من داخل الجامعة العربية موندر أبو دوح أني الأخبار لليوم الثاني وثلاثين بعد المئتين يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث شنت طائرة الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف عدة مناطق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وثلاثة شهيد وثمانين ألف واربعمائة وعشرين مصابا في تحدي صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارتها على قطاع غزة جوا وبحرا وبرا ما يدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين وخلال قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد أربعة فلسطينيين من أسرة واحدة وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط محطة توليد الكهرباء كما تعرضت أحياء الشيخ هاجلين وتل الهوى والزيتون في مدينة غزة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من أليات الاحتلال العسكرية ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وأطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي النار في محيط الكلية الجامعية لعلوم التطبيقية وشارع ثمانية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وشارع النفق شمالا ما أدى إلى إصابة العشرات مع صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة بسبب كثافة النيران وفي جباليا شمال قطاع غزة شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات في عدد من المناطق كما أطلق طيران الاحتلال الحربي نيرانه شرق مدينة دير البلح كما طل القصف المدفعي المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة وسمع عدوي انفجارات في منطقة مفرق الشهداء ومحور منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة وتصاعد ألسنة اللهب في المكان وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو ستة وثلاثين ألف شهيد ونحو ثمانين ألفا وثلاثمائة مصاب أكدت جمعية الإغاث الطبية الفلسطينية في غزة أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات على شفى الانهيرار حيث لا توجد مستشفيات تعمل الآن في شمل القطاع وشرى مكتب تنصيق شؤون الإنسانية أوشا إلى أن أوامر الإخلاء أدت إلى نزوح أكثر من تسعمائة ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين أي ما يمثل أربعين بالمئة من إجمال السكن رغم قرار محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح ينجديد لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لظروف قاسية يواصل النازحون من رفح البحث عن مأوى في خان يونس ودير البلح حتى بات الحصول على خيمة بالية في أحد الطرقات أو حتى المباني المتضررة أقصى أحلامهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أشار إلى أن أوامر الإخلاء أدت إلى نزوح أكثر من تسعمائة ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين أي ما يمثل أربعين في المئة من السكان الذين فروا إلى المجهول ووسط صراع يومي للعثور على الطعام وتجنب الضربات الإسرائيلية الوحشية يعاني سكان القطاع من أزمة إنسانية كارثية بحيث بات معظمهم على شفير المجاعة في ظل النقص الحاد في الغذاء والماء وحتى الدواء رفوف المتاجر في رفح باتت خالية تماما والمزارعون يحاولون بيع ما تبقى لديهم من أراضيهم من الخضروات في حين يهيم بعض النازحين حاملين صفائح بحثا عن بعض الماء أما النساء فقد افترشوا الأرض واستخدموا أكواما من الأشجار قوقود للطبخ الوضع الصحي في قطاع غزة بات على شفال انهيار حيث لا يوجد مستشفيات تعمل في شمال القطاع وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة حيث لا وقود ولا أدوية ورغم ذلك يجاهد الأطباء المنهكون للتعامل مع تدفق المصابين أملا في إنقاذ حياتهم ورغم آلة البطش الإسرائيلية الفتاكة التي تعبث بحياة ملايين الأبرياء سيظل الشعب الفلسطيني صامضا ومرابطا ثابتا على موقفه لا يتزحزح يدافع عن قضيته الأبدية فلسطين هذه النشرة مشاهدين انتهت ولم يتبقى فيها سوى التذكرة بأهم العنوين الرئيس سيسي يؤكد ضرورة استخدام الميكانة والوسائل الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان ويشدد على حتمية الاستفادة من كل نقطة بيه البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بالإطلاع بمسؤولياته وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي يكاثف غاراته على قطاع غزة مخلفا عشرات شهداء والمصابين نشرة انتهت تقدمتم بأمل الله اشتركوا في القناة ان شاء الله مفيش نقطة مية نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرحها إلا ما نزرحها إنجازات وراء إنجازات حققتها مصر في كل المجالات على كل شبر من أجل